موسيقى تماموا منتصف الليل بثوقت الجزائر نشرة الأخبار تأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية والبداية بالعنوين الناشطة الصحراوية سلطانة خية تنهي عاما من الصمود في وجه الانتهاكات المغربية موسيقى الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لانتخابات تشرعية مبكرة موسيقى بريطانيا تسعى لحظر حماس الفلسطينية والفصائل تستنكر القرار وتدعو لاجتماع طارئ موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل النشرة بداية أنهت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خية عاما من الصمود في منزلها المحاصر بمدينة بجدور المحتلة ونجحت خية بثباثها في تعرية نظام المخزن المغربي فضلا عن لفت كبرى المنظمات الحقوقية العالمية إلى الانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين سلطانة في مواجهة ملك سريعا انقضى عاما على تاريخ فرض قوات الاحتلال المغربية الحصار على عائلة أهل خية بولاية بجدور المحتلة كانت عودة الكفاح المسلح بين الجيشين الصحراوي والمغربي غدا تخرق الأخير اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الجانبين العام واحد وتسعين تسعمائة وألف إذانا لأن تعلنها سلطانة مدوية أن حي على الكفاح لم تكن بفعلتها تلك أكثر من مناضلة صحراوية من فكت ثائرة على مدار سنين الاحتلال وعقوده وليس لها على سوء ردة فعل جلادي المخزن أكثر من راية تعلقها فوق سطح بيتها المحاصر أو تحملها فتحمل معها هي الأخرى أحلامها بالحرية والاستقلال عام من الشجاعة والصمود أمام جبن نظام المخزن الذي لم يتوانى في الدفع بجلاديه لممارسة شتى صنوف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي على سلطانة وأختها بل وحتى والدتهم الثمانينية ضرب سب وشتم سحل حقل مجهولة بل واغتصاب للمرأة أمام أمها تحت جنح الليل في حادثة قل ورودها في كتب النازية وجرائمها بحق الإنسانية لكن سلطانة لم تحد قط عن مبادئها فقد ظلت ثابثة متحدية جبروت محتل غاصب وجبان فيما ظل زبانيته متخفين بأقنعتهم وكماماتهم تحت ظل كورونا عام من الصمود صارت فيه سلطانة أيقونة وقصة إيمان ملهمة بالحرية والاستقلال استطاع أهل خيا أن يجمعوا حواليهم العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في العالم منادين بعدالة القضية الصحراوية لقد نجحت سلطانة وأهل خيا ببجدور في نثر بذور انتفاضة قادمة بالأراضي الصحراوية المحتلة وانطالت أما التاريخ فلن يخطئ التسجيل في كتبه أن سلطانة صحراوية هزت عرش ملك مغربي عرف شارع المغربي عودة الاحتجاجات المطالبة بتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ووسط من مخاوف أقول من التصعيد من جهتها تحاول الحكومة يائسة احتواء الوضع لكنها حسب متابعين فشلت في ذلك لانشغالها بسياستها العدائية يبدو أن الوضع العام في المغرب لن يعرف الهدوء في القارب العاجل فالتذيق الممارس على مواطنيها من جميع الزوايا ينظر بقادم أسوأ فالشارع المغربي بدأ يستعد زخمه الذي تراجع منذ حركة العشرين فبراير رافضا سياسات حكومة عزيزة خنوش التي تبين اللا حلول باستطاعتها للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد فهي في واد والمواطن المغربي في واد آخر بحسب مراقبين ضعف السياسي ومؤشرة الاقتصاد المتدنية والأوضاع الاجتماعية المتدهورة ثالث أصبح يهدد استقرار المملكة المغربية معززا بذلك حالة الغضب والسخط التي انحكست على كثرة الاحتجاجات في الشارع من جهتها تحاول السلطات المغربية يائسة احتواء الحراك بكل الطرق حيث يبدو انه مفتوح على سيناريوهات عديدة موازاتا مع موجة غلاء متصاعدة وتسريح للعمال وتزايد حدة الاحتجاجات المناددة بالغلاء وتدهور دخل العائلات وصلت حد المطالبة باسقاط الحكومة رغم انه لم يمر على تشكيلها الا شهر واحد هي الاخرى تعرف ضبابية في التسير جراء تجاذبات والتراشقات الاعلامية بين الاحزاب السياسية فشلوا السياسات المتبعة في المغرب بحسب مؤشرات خبراء سيعطل عودة الوضع الطبيعي في القارب العاجل ورغم ذلك تزيد السلطات المغربية من شدة الاحتقان بتجاهلها المطالب الرئيسة للمحتجين حول تطبيق الاصلاحات في مجالي الصحة والتعليم اضافة الى اطلاق الحريات العامة المحاصرة منذ سنوات وهو ما قد يفتح الباب على تصعيد الحركة الاحتجاجية وصولا الى اجبار الحكومة التي لا تريد فتح نقاش بخصوص قراراتها على الاستقالة بعد توجيه انتقادات مباشرة لها في تأزيم الوضع في البلاد انعدام لاستقرار الداخلي وفتح جبهات للتوتر في وقت واحد داخل البلاد لا ترى فيه المملكة المغربية امرا يستدعي حلولا مستعجلة مواصلة ممارساتها واستفزازاتها المعتادة لدول المنطقة فانشغالها بسياستها الخارجية العدائية لدول الجوار جعلها تفشل في تهديئة الوضع داخل البلاد بحسب متابعه فقد المغرب مقعده في المجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونيسكو في انتخابات جرت في السابع عشر من الشهر الحالي لتجديد اجهزة المنظمة وكان المغرب قد قدم سفيره لدى المنظمة كمرشح لتجديد عضويته في المجلس التنفيذي غير انه لم يحصل على سقف المئة صوت في مواجهة منافسه الكويتي الذي حصد مئة وثلاثة وخمسين صوتا دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى اجراء انتخابات تشعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من طبعا المرحلة التي اعقبت الاجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل اربعة اشهر ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قوله ان المرحلة القادمة سوف تكون من اصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الاطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي في البلاد بشرت الداخلية البريطانية اجراءات لاستصدار قرار طبعا من البرلمان لحظر حركة حماس الفلسطينية على اراضيها وبررت ذلك بامتلاك الحركة لاسلحة كثيرة ومتطورة وقالت حماس ان لندن ستتحمل وزراء اي تصعيد اسرائيلي جراء قرارها وانها ستتواصل مع المجتمع الدولي لرفضه اتهامات لحركة حماس بامتلاك قدرات ارهابية واسلحة كثيرة ومتطورة فضلا عن منشآت لتدريب ارهابيين على حد وصف وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باطيل التي شرعت في اتخاذ اجراءات لحظر انشطة الحركة الفلسطينية على الاراضي البريطانية باطيل قالت ان هذه الخطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفقا لرؤية بريتي باطيل فان الانتماء الى حماس او ارتداء ملابس عليها ما يعبر عن دعم الحركة يعتبر جريمة جنائية قد تعرض صاحبها في بريطانيا الى السجن مدة قد تصل الى عشر سنوات يأتي هذا الموقف الجديد الذي يستهدف الجناح السياسي للحركة بعد قرار حطر جناحها العسكري عام الفين وواحد في اول رد فعل لها عبرت حماس عن اسفها الشديد لما اسمته غيا قديما لبريطانيا فبدلا من الاعتذار وتصحيخ خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني سواء باسدار وعد بلفور المشؤوم او الانتداب البريطاني الذي سلم الارض الفلسطينية للحركة الصهيونية تناصر المعتدين على حساب الضحايا وذكرت الحركة بان المقاومة المسلحة لاحتلال ما هو حق مكفول دوليا وبان قتل السكان الاصليين وتهجيرهم وتهديم بيوتهم هو الارهاب الحركة دعت ايضا كل مناصر القضية في بريطانيا واوروبا الى ايدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني الذي بدأ منذ اكثر من مئة عام وفي ردود الفعل تعقد الفصائل الفلسطينية اليوم السبت اجتماعا طارئا لمناقشة القرار البريطاني الذي يحضر حماس بكل مكوناتها السياسية والعسكرية الى ذلك ادنت سفرة فلسطين لدى المملكة المتحدة القرار وعدته تماهيا خطيرا مع اجندة دولة الاحتلال التي تسعى الى تجريم لضال الشعب الفلسطيني برمته وقد ادانت حركة الجهاد الاسلامي القرار البريطاني وصفته في بيان بانه عدائي وظالم من جانبها حضرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من قرارات او من تدعيات اقول القرار البريطاني ورأت انه استخفاف واستهتار جديد وواضح لمبادئ القانون الدولي وامتدات لذات السياسات التي انتجت وعد بيلفور اعلنت اثيوبيا ان مجالها الجوي امن ردا على تحذيرات الولايات المتحدة من خطر محتمل على الطائرات المدنية بسبب استراع المتصاعد بين قوات الحكومة المركزية وجبهة تحرير تجرائي ونصحت ادارة طيران الفيدرالية في وقت سابق شركات الطيران الامريكية بتوخي الحذر اثناء الطيران الى اديسا بابا او بالقرب منها مع اقتراب الحرب المستمرة منذ عام من العاصمة الاثيوبية ورفضت هيئة الطيران المدنية الاثيوبية التحذير الامريكي ووصفته بانه لا اساس له ويتناقض تماما مع الواقح تتوالى ردود الفعل الدولية بشأن الازمة الانسانية عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حيث يواجه الالاف من اللاجئين مصيرا مجهولا في ظل ظروف انسانية وطبيعية مأساوية ازمة انسانية بابعاد دبلوماسية وسياسية بين بيلاروسيا والاتحاد الاوروبي يدفع ثمنها او يدفع ثمنها اقول الاف اللاجئين العالقين في المنطقة الحدودية خلف شبابك الصراعات السياسية واشواك الخطابات التصعيدية هنا على الحدود البولندية البيلاروسية تبرز صورة اخرى تؤرخ لمعاناة الانسان مع اللجوء لكل واحد من هؤلاء قصة يرويها عن الهرب من الموت قصفا في الحرب التي خلفوها في أوطانهم المدمرة والبحث عن ملاذ آمن في قارة الاحلام فدفعوا مرغمين نحو مغامرة الاسوأ والاسوأ هنا ليس فقط في ظروف الحياة ومآسي اللجوء بل عندما تتحول قضية انسانية او عندما يتحول الانسان الى ورقة سياسية تتصارع عليها او بها القوى العالمية بين مبتز ومتهم ومهدد من يتحمل المسئولية في تراجيديا بيلاروسيا بولندا التي اغلقت عليهم ابواب اوروبا او بيلاروسيا التي قدمت بهم الى مصيدة حدود ملغمة اصلا او دول الاتحاد الاوروبي ومعها الولايات المتحدة الامريكية او اوضاع دفعتهم لمغادرة الاوطان لا احد يجيب ولا احد يريد سماع صرخات اطفال قدم من سوريا والعراق وغيرها من بلدان اتت عليها الحروب لتؤجج تصعيدا غير مسبوق بين معسكر موسكو وحلفائها وبروكسل وحلفائها هناك في اروقة الاجتماعات حول مأساة اللجوء خطاب اخر بين القوى العالمية شمل كل شيء الا حقوق لاجئين تقطعت بهم السبل فهل يعلم العالقون وراء الاسلاك الشائكة في بيلاروسيا وهم المنقطعون عن العالم لاشهر انهم باتوا حديثة وتصدروا عنوينه في قاراته الخمس حصل رجلان انضياء عقودا في السجن بعد ادانتهما بقتل ناشط المسلم والمدافع عن الحقوق المدنية مالكوم اكس عام الف وتسعمائة وخمس وستين حصل على البراءة بعدما اعتذر المدعي العام لمقاطعة منهات عن ما اسماه انتهاك القانون وثقه الجمهور وضجت قاعة المحكمة بالتسفيق عندما ابطلت قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك حكمية الادانة ضد محمد عزيز ذي الثلاثة والثمانين عاما وخليل اسلام الذي توفي عام الفين وقال عزيز للمحكمة ان ادانته الخاطئة نابعة من عملية فاسدة في جوهرها وهي عملية مألوفة بالنسبة للسود في عام الفين وواحد وعشرين الى الشأن الاقتصادية الان ان رفضت الهند طلبا امريكيا لتحرير كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام ضمن مسعى واشنطن لخفض اسعار الذهب الاسود خطوة ثالث اكبر مستهلك ومستورد للخام في العالم من شأنها كبح جماح الرئيس الامريكي جو بايدن في حربه المعلنة ضد تحالف اوبك بلوس ساعات عن شن بايدن فعليا حربه ضد تحالف اوبك بلاس الهندو توجه صفحة للولايات المتحدة الامريكية برفضها طلب واشنطن للنظر في امكانية تحرير كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من الخام لبيعها في السوق العالمية خطوة سرعت نيو ديلهي لتبريرها على لسان وزرها للنفط والغاز بدواعي سيادية مرتبطة بجدوى تشكيل البلاد ثالث اكبر مخزون استراتيجي من الخام في العالم لم تكن احتياطيات النفط الاستراتيجية مخصصة لمثل هذا الوضع بتاتا لقد تم تكوين احتياطياتنا النفطية لاستخدامها في حالة الظروف القاهرة الكوارث الطبيعية او الحرب او في حال توقف توريد هذه المادة الخام رفض يدلهي من شأنه ان يعيد سياسة ادارة البيت الابيض في مواجهة تحالف اوبك بلاس للمربع الاول بالنظر للثقل الطاقوي الذي تمثله الهند عالميا كونها ثالث اكبر مستهلك ومستورد للذهب الاسود بنحو خمسة ملايين برميل يوميا ما مكنها من تكوين ثالث اكبر مخزون استراتيجي من الخام عبر المعمورة خلال العقد الاخير وعكس التوجه الهندي استجابت الصين سريعا للطلب الامريكي بشروعها في ضخ جزء من احتياطاتها النفطية في السوق العالمية دون الكشف عن تفاصيل العملية في مسعى نادر للتوافق على محور بيكين واشنطن وعلى ذلك النحو تتجه كوريا الجنوبية واليابان في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المتحددة الاطراف داخل البيت الاوروبي ضمن القمة المرتقبة لزعام الاتحاد المزمع انعقادها في الثاني والثالث ديسمبر المقبل بالتزامن مع اجتماع حاسم اخر لتحالف اوبك بلاس حققت الجزائر طفرة في صادراتها من الغاز الطبيعي المميع بتجاوزها حاجز المليوني ونصف مليون طن خلال الربع الثالث من السنة الجارية وتوقعت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبيترول اوبك استمرار هذا نبو خلال الربع الاخير من السنة الجارية تعتزم الجزائر تحويل مطار الجزائر الدولي الى مركز عبور اقليمي للمسافرين من وإلى افريقيا وقطب للرحلات الجوية الدولي اقول وزارة النقل الجزائرية في بيان صدر في ختام اجتماع التلسيقي مع شركات الطيران المحلية كشفت عن دراسة امكانية استغلال خطوط جديدة نحو بلدان افريقية وتحويل مطار جزائر الدولي لنقطة عبور للمسافرين الافارقة نحو مختلف الوجهات الدولية بطاقة معالجة تفوق عشرين مليون مسافر ما يضع مطار هواري بوديا ضمن احد اكبر المنشآت افريقيا الى الرياضة اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية الصادر عن شهر نوفمبر وحفظ المنتخب البلجيكي على الصدارة يليه المنتخب البرازيلي من ثم فرنسا فيحل المنتخب الانجليزي رابعا والارجنتيني في المرتبة الخامسة من جهته انتزع المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية باحتلاله المركز الثامن والعشرين عالميا اليه المنتخب التونسي في المرتبة التاسعة والعشرين فيما تراجع المنتخب الجزائري بمركزين الى المركز الثاني وثلاثين عالميا وثالث عربيا حددت الاتحادية الافريقية لكرة القدم الكاف يوم الخامس والعشرين نوفمبر للإعلان عن موعد إقامة قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم ونشرت الكاف بيانا رسميا قالت فيه إنه سيتم الإعلان عن مواعيد المباريات الفاصلة لتصفيات افريقيا في نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية الاتحادية الافريقية الذي سيعقد الأسبوع المقبل في القاهرة ومن المقرر أن تجرى القرعة وفقا للتصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وكانت التصفيات الافريقية قد شهدت تأهل عشرة منتخبات ضم التصنيف الأول جزائر والمغرب وتونس ونيجيريا والسينيغال بينما يضم التصنيف الثاني منتخبات مصر ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية والكاميرون بوريا الثرى بمدينة ايت يحيى بولاية تيزي وزو الجزائرية جثمان الملاكم الراحل لوصيف حماني وسط أجواء مليئة بالحزن على فراقي وتوديع البطل الذي خلد اسمه في الملاكمة الجزائرية والافريقية وحتى العالمية حماني على الشفاه أبجدية الملاكمة الجزائرية حماني على الشفاه أبجدية الملاكمة الجزائرية وسفير استقن بالة من فنه حمل علم وطنه وكان عنه مدافعا شرسا ذات العلم يغطيه اليوم بحفاوة وهو يعود موشحا محمولا على الأكتاف لوصيف رحال خسرنا بطلا وخسرت أبي إنه نصفي الحمد لله أخضرناه إلى أرض الوطن أشكر الرئيس الجزائري حبد المجيد تببون الذي قدم تعزيه لكل عائلة حماني كل لوجه استحيت أمام تاركة البطن فرحيل قائد المصاري رياضيا وممثل الجزائري دبلوماسيا موجع نقدم تعزي لكل العائلة ونعزي أنفسنا أيضا كجزائريين وكأسرى رياضية موعد تشيع الجثمان بمسقط رأسه بمدينة آية يحيى بولاية زيوزو المكان لا يكاد يسع جميع الحاضرين بين الافتخار بما تركه قفاز حماني والحزن على فرق لصيف امتزجت مشاعر المودعين بين الحضور الرافض عرض فرنسا بحمل جنسيتها حمل ألوان الشهداء قبل وبعد النزال واليوم يغادرنا مغادرة الأبطال سهلنا سكرات الموت وارحمنا عند الموت رحم الله الفقيد ختم ونشر في أمان الله اشتركوا في القناة